بنتقدم بالتعازي لكل أسر ضحايا هذا الحادث الأليم في كنيسة أبي سيفين أو الكنيسة المنيرة في الجيزة بندعو لهم بالصبر والسلوان وربنا يصبرهم على فقدان أحبابهم وطبعا بنتمنى كل الشفاء العاجل لكل المصابين في هذا الحادث الأليم طبعا النهاردة بنشوف بعد دقائق من هذا الحادث التحرك السريع التحرك السريع الذي بدأ من رأس الدولة الرئيس عبد الفتاح السيسي